يعني مش عارفة يعني عبد الحليم و محمد فوزي الصراحة الاثنين نفسي اعمل معهم دوئت وي مين بقى فيهم؟ بس نفسي محمد فوزي بقى البست فاند بتاعي واترسي طيب كده؟ قوي ولي برضو في الاطفال وماما زمانها يافع تمشوا مع بعض ايو بالزمت كده؟ لأ برضو عبد الحليم برض لأ 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 دوئتو عبد الحليم طيب خلاص انت اخترت ماشي خلاص ماشي محمد فوز السؤال التاني لو اللي هتمثل قدامك فنلي وشريهان حد غير امي العسل تختاري تكون مين مونة زكي ولا هند صبري ولا غدا عادل طيب هي هند قريدي يعني هند بموت فيها قريدي جات فنلي وشريهان كانت ضيفة فعشان كده انا هستثنيها شوفت الزكاة فيها يا وعد اه اوكي وغدا كان عندها مسلسل سكر زيادة في نفس السنة مونة برضو كان عندها مسلسل شكري يا اهبل ومونة جاد لا بس ما جاتش في نلي وشريهان بانا قصت جادش في لحفة لكده عايزة مونة اوه يعني تبقى مونة زكي اهي اهي طيب السؤال اللي بعده عايزك ترتبي الاعمال اللي هتظهر دي بناء على احساسك بنجاحهم ايه الانجح وايه اللي بعده يعني لحظة ما هم نزلوا اوكي اوكي مايش نلي وشريهان كل اللي يعني ببقى عارفة ان اللي بيتكلم ده ده طلع من حفلة 6 حفلة 9 حفلة 3 حفلة كده كده ما شاء الله ورا بعد وكنت ما بدخل السينما بلاقي الناس كنت هجن انو نفسي صور جوه السينما بتخبط برجليها كده بالكورسي مدحك يعني فكان ده احساس فظيع في النجاح الفيلم ده الحمد لله الكامبين بتاعت الاعلان دي الفستان البامبي دي كانت يعني بالنسبة لي النجاح كان فكرة انه مش سهل ان انتي يعني كانت من اول الحاجات ان انتي تعملي كامبين خيرية تنجح قوي كده والكاركتر كانت نجح قوي مع الاطفال الحمد لله فدي كانت نجحة يعني ممكن تزودي على نفس ستايل النجاح ده بس اكتر شوية كمان مع الاطفال ومع الكوبار الحمد لله نلي وشيريهين نلي وشيريهين صح قصة شتا كنت يعني يعني كنتش متخيلة انه اصلا الناس هتبقى ان انا بالنسبة لهم حد هيبقى مثلا بيشغلوه في العربيات بيسمعوه ولا يعني فعلا ما كنتش بيشوف نفسي كده نفسي اغني وكده بس بعد اقول لا اكيد يعني ممكن اغني مثلا جوه فيلم جوه مش عارفة ايه لكن انه يبقى عندي اغنية تنجح كده يعني الحمد لله وتبقى اعلى فيورشيب على يوتيوب يعني كنت تاني مطربة على العالم كله فده كان برضو الحمد لله طب بما انهم كلهم اعمالك فيعني عشان نعدي السؤال ده اختارين عمل واحد اكتر واحد حسستي فيه بلحظة نجاح ما تنسيهش ممكن نبقى اخر حاجة نلي وشريهان يبقى نلي وشريهان وتحية اللي هتلكم طب قولنا يا دودي لو واحدة من الاغنية دي كانت هتبقى بتاعتك تختاري انهي اغني يارا اغنية انت مني ولا نانسي عجرم اغنية احساس جديد ولا اليسى اغنية لو تعرفوه اه لا يارا انت مني يارا اغنية هنة بقى بش حافظها والله بس انا بحبها طب دلوقتي هما في الكنترول كلهم مصممين وعايزين يسمى احساس جديد احساس جديد بقلبك بزيد بتحسوك كلمة بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول طب دير بتشتقلي وبتموت علي انا ما بدي تقلي كلام يدوي بقلبك حان وغرام انا ما بدي تقلي كلام يدوي بقلبك حان وغرام بكفيني تقلي بحبك هايدي الكلمة بتقدلني الله يا دودي ما شاء الله ولنا يا دودي السؤال اللي بعده لو هتعملي فيلم غنائي مع احدى هذه الفنانات النجمات تختاري تكون مين سعاد حسني ولا شدية ولا صباح انتو بتحطوا ناس محيرة قوي والله طب ممكن اخترت تلاتة بقى وقولك كل واحدة لسبب اعمليلي اكسابشن بقى لوا سماحتي انا ما قدرش اقول لدنيا لا والله ما قدر اقول لدنيا لا اولا سعاد حسني طبعا يعني اسطورة مش طبعية وفي حدث حصل يعني لسه هو حصل لي من قريب جدا هو انه مهرجان مناص زمال الامم المتحدة بيتكلم عن ابناء زمن الفن الجميل كل عيلة منهم بتدي لممثل موجود من الموجودين دلوقتي يعني هما شايفين انه شبه النجم اللي من عيلتهم فعيلة الفنانة سعاد حسني اخترتني انا وديتني التكريم ده فده كان شيء يعني بالنسبالي كبير قوي قوي مبروك يا جود فده كان شيء فضيع يبقى انا قدر نقولي ان اخترت سعاد حسني لا لا ما انا هقولك بقى حاجة تانية بالنسبالي الفنانة شادية من الفنانات يعني هي بتطلع حنية وحب كده مش طبيعي غنى تحفة وتمثيل تحفة يعني برضو خطيرة مش يعني طبعا لو عندي فرصة ان انا اشتغلها اعايز اشتغل مع الثلاثة بالنسبالصباح فانا بعشق طاقة السعادة الدلع والدلع واللي هي بتطلع لا بالذات الاجابية اللي هي انا طول الحياة بحاول ادور عليها هي موجودة فيها يعني يعني الست كانت بتاعشق الحياة لاخر لحظة يعني انا والله العظيم مش بقى افور بس بجد رامي بيحس ان انا متخلفة لو بسمع الاغنية بتاعت ساعات ساعات عالبحر بعمل كده والله من كترة وانا بحبها فانا بحب الاغنية وبالاغنية بجد بحس ان انا عايز اعمل كده يعني فهو بيحسني يعني فهم متخلفة بس مش مشكلة عايز لا انت عسل يا دودي طب لو انت يا دودي اتولدتي في زمن الفن الجميل ولا اعتقد اصلا ان انت لسه عايزة ده بجد انت رجعت شاكي انا اكيد كنت موجودة قبل كده وجيت ولا مش عارفة بس بحس ان انا يعني ساعات بحشوف امكة بحس ان انا كنت موجودة زمان في الابيض ويس طب قول لنا بقى لو انت كنت فعلا مولودة في الزمن ده وقدامك ممثل تحس ان هو ده اللي هتبقي على طول بتمثلي قدامه اغلب افلامك وهتنجحه مع بعض ويبقى فيه بانك وكميا يكون مين من احمد رمزي ولا عمر الشريف ولا رشدي ابوازة ثلاثة يعني مش طبعين في الجميل يعني هم طبعا ثلاثة نجون بس مين اكتر شابك تحس انه يبقى فيه شقاوة ورومانسي وكل حاجات كده شابك ممكن اقول رد ديبلوماسي لطيف الفنان احمد رمزي من الفنانين اللي انا بعشقهم من وانا صغيرة والفنان الوحيد في حياتي اللي كنت من يوم ما اتولدت بزن على اهلي ان انا اشوفه لحد ما طنت مرفت امين الامر حبيبتي ربنا يخليهالي طبعا اديتني تليفونه لما كان عايش يعني الله يرحمه الله يرحمه وكلمته وكنت انا لسه بعمل يعني ما كنتش لسه عملت الحاجات اللي هيا يعني قبل مرحلة كباريوكي وانت بعمل كذا يعني مسلسلات يعني انا نفسي مش معروفة يعني قلتني دنيا سمير غانم فعارف بس بقيت الاسم اه انا وانا بنت سمير غانم وخلاص قلتني انا عايز اسلم على حضرتك وروحت رحت له مخصوص في الساحل الشمالي يوم وسلمت عليه والفنان عمر الشريف برضو يعني كان عندي الحظ الجميل ان انا قابلته مرتين في حياتي او ثلاث مرات في مهرجانات يعني فهاختار رشدي عبازة عشان ما قابلتوش يبقى الفنان رشدي عبازة طب قولنا يا دودي لو هتختاري فيلم من التلاتة دول اه لحد من الممثلين دول انتي هتمثلي قدامه البطولة يبقى مين اوكي مش عارفة والله يعني ده سؤال بصي هقولك ممكن يبقى الدور البطولة النسائية ما انا فاهمة يعني ابندل نفسي بما كان البطل يعني الدور ده كان عجبك قوي انه كنت انتي حابة تعملي تقدمي في حاجة مختلفة اه مش عارفة بقى مش عارفة خالص اه والله فعلا متحيرة قوي ممكن اه يعني بما اني معملتش خالص في حياتي دور رقاصة بس احب اعمل الرقصة والطبال مثلا مع احمد ذاكي الله حلو الاختيار ده اختيار out of the box طيب يا دودي دلوقتي انتي كمان لما عملتي اغنية فيلم هبتا مشا الله نكحت وكسرت الدين الحمد لله والاغنية دي قريبة قوي 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 القلبي والقلب كل الناس ممكن تسمعها اه اسمعها بنتقابل بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض نحس بحاجة مش فهمين تفاصلها و اجمل لحظة في الحد و تأولها و بعد شوية نتجرق و نعملها و نفتح يوم قلوبنا البعض الله و طبعا علشان النجاح من الصدفة فهي بقت ما شاء الله دنيا سامير غانم هنتلع لفاصل و نرجع لكم تاني بسرعة استنونا و ارجعنا لكم بعد الفاصل و دلوقتي جاي معادي لعبة أبجاد هاوس هشرح لك اللعبة كده ببساطة اللعبة ان احنا انت عارفة الحروف الأبجادية طبعا هنعمل من الحروف الأبجادية دي قصة يعني وسهلا انا هبتدي بحرف الألف اقول جملة من قصة انت بالبي تقولي جملة من قصة فاقولي انت اختارك قصة اللي نمشي فيها هتبقى ايه نايش نقول مثلا ايه يعني انت مثلا تقولي حاجات خيالية بتصراحي بيا و انا بقولك حاجات صراحي بيا و نروح نروح مثلا ماشا عايزة مديتاشن اولا اتنين بيشتغلوا بعض هي لازم نبقى ماشيين بقى نفس القصة اه نفس القصة فالسياك هو انا اعمل من الحروف قصة ماشي ماشي ابتدي انا ابتدي انا ايه ده انا خسيت قوي بجد تخيالي مبقاش فيه ولا فوستان داخل فام الفساتين القديمة كلهم مسوا علي بقى اجبار قوي ثعبان عدي اه ده في السياق ساقول ايه طيب حارف السي انا مش مركزة في سياق على قد ما انا جيبه ابتدي بالسي هقول ايه بالسي طعبان يرفع القابتك يا كدامة مش عارفة مش عارفة طب يلا جيم جسمي بقى مجنن كل البنات اه حافظ بي دي محافظ حاسبي لحسن تزلازي اكتر خافيش علي يا خلاصي خافيش علي يا خورس انا بحافظة على اكلي دانتي بتهزري زيل و اطلعلي بتاع وكلته اعملي تاني بتاعك ري روحي يا شيخة كده زي هيفا وهبي بالظبط انا بقيت سين سيبك بقى سيبك سيبك من اللعبة دي سيبك ثم هادي قد طلعط مقرب صبرك علي يا شوشو دميري انبني على اللي بعمله فكي يا ده طب اعمل اه دي زبطي معي بقيت الحلقة ونخلع سوا مع بعضين عيب عيب عليكي عيب عليكي انتي بتاع تقباضي فلوس ما ينفعش تمشي وتسيب لهم البرنامج غبية انا معاكي حق فعلا طيب بما ان انا اللي خسرت يبقى انا هحكم عليكي حكم اه واخدبالي قول لاش حاجة فيها فرادة لا خلو يا انتي الشخص دبايك انتي اللي خسرونه وقال لحكم ايه انتي صاحبة البرنامج عامل لا يا دوجي ما تقوليش كده يا دوجي بص يا دوجي الحكم هو ادنك يا تقلدنا حد يا تغنلنا اغنية حلو جارالي ايه من ساعة لما جاني ده انا بقيت بالليل بس مع اغاني ده انا بقيت بالليل بس مع اغاني اللي قديم اللي قديم واللي نازل جديد ده انا بقيت بالبس عنا كيف وما بقولش لا انا حاجة بيعزى وبقيت اشوف كل اللي بيشوف والتعليمات بالحرفة نفزة اللي بيشوف اللي بيشوف